أصبت الجيل المحلى بالأمل وشباب العلم في كل محل وليس شرط في دين الإسلام أن تكون هذه المناسبات تفعل في عهد النبي ليس شرطا لأن الله تعالى عندما قيد الشريعة ما قيدها بالفعل والترك بالنسبة للحبيب صلى الله عليه وسلم في كل شيء ولكن قيدها بالنص فإن نص عليها في قول النبي نص عليها في فعل النبي نص عليها في تقرير النبي وإن لم تفعل في عهده وإن لم تكون على زمنه فهي جزء من عمل السنة لأن كثير من الشؤون والأعمال في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك أولويات على سبيل المثال صلاة التراويح حبيب صلى الله عليه وسلم أقامها ثلاث ليالي وأربع ليالي ثم تركها صلى الله عليه وسلم خوفا على أمته وحرصا عليهم من أن يكلفون الأمر المتعلق بالنافلة فربما يصبح واقب وعرف هذا في السنة أن النبي ترك صلاة التراويح فهل الترك هنا سنة ثم بعد ذلك لم تعاد إلا في عصر سيدنا عمر للخطاب رضي الله تعالى عنه ولم يأتي نص بالإعادة اللهم إنها دخلت في مجموع الطاعات مجموع النوافل وأعادها سيدنا عمر بزيادة ومن الصحابة من كان يصليها في بيته هذا إشارة إلى أن المناسبة لها أهميتها في دين الإسلام وأن عندما ننظر للأشهر العربية التي نسيها الآن الجيل المتأخر نسيه المناسبة العربية عرفت المناسبة العربية مناسبة الأشهر العربية التي تبدأ به لمحرم وتنتهي بنهاية شهر ذي الحجة الجيل الذي يعيش الآن في عصرنا يهتم بالجانب الآخر من الأشهر التي هي الأشهر الإفرنجية التي يلتبط عليها حركة الحياة وحركة الاقتصاد وحركة الإدارة وحركة المرتبات والوظائف وما إلى ذلك وهذا ليس بمعين لأن المسلم يستفيد من أي تاريخ ويستفيد من أي مناسبة ويستفيد من أي ترتيب في عصره وزمنه لكن لا يمكن أن يكون هذا على حساب الآخر أن يكون الاهتمام بالأشهر الإفرنجية مع إغفال أهمية الأشهر الشرعية العربية التي جاء القرآن يثبتها في سورة التوبة ويقول فيها المولى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض شوفوا تاريخها القديم يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم هذا تقسيم واضح قرآني للأشهر ولمناسباتها الحديث من واقع السنة من واقع السنوثة التي ثلثه الثلث الصالح رضي الله تعالى عنهم نجد أنهم ترجمة نانسي قنقر